ده منقسم إلى 3 مراحل المرحلة الأولى هي نزول الدم بعد كده الفترة اللي بيحصل فيها استعداد للطبويد ثم مرحلة ما بعد الطبويد مرحلة ما بعد الطبويد دي بتبقى تقريباً أسبوعين هيا ما بعد الطبويد وما قبل الدورة لأننا الشهر بيتكرر هي دايرة بتتكرر 3 مراحل دول بيتكرروا كل شهر فالمرحلة اللي هي ما قبل الدورة دي تعتبر 14 يوم فيه سيدات بتجيلها الأعراض اللي هي ما قبل الدورة دي في المدة كلها يعني مش أسبوع مش 3-4 تيام قبل الدورة لا فيه ممكن كل الـ 14 يوم دو الأعراض بتيجي من 20 لـ 40% من السيدات نسبة كبيرة يعني نسبة كبيرة جداً لكن اللي بتبقى الأعراض بتعوق الحياة الطبيعية من 2% لـ 10% فقط من السيدات لكن بتعوق الحياة الطبيعية دا بالنسبة لأن الأعراض قوية ولا بالنسبة لأن الـ 6 ممكن نقول عليها مدلعة ومش مستحملة مثلاً لا بوسي احنا مش هنتكلم عن المدلعين يعني أنا مش عايزة تكلم عن اللي هي هي اللي بتصطنع الأعراض لا دا المدلع دا هو مدلع وهو عارف أنه مدلع لكن أنا بتكلم عن حقيقة واقعة يعني عن أعراض حقيقية بتصيب فعلاً السيدات وبتؤثر فعلاً على مزاجها يعني مش إن هي بتمثل اللي بتمثل دي هي عارف أنها بتمثل وجوزها بيعرف أنها بتمثل ويعني هما بيمثلوا على بعض كلهم مناش دعوا بيهم لكن احنا بنتكلم عن الحقيقة الحقيقة إن فعلاً فيه أعراض الحقيقة إن العلم لم يستطع أن يتوصل إيه السبب بالزبط في الأعراض يعني إن الجسم بيحوش شوية مية إن الهرمونات بتتغير كمية من السيريز يعني مش عارفة أقول ترجمتها بالعربي يعني أنا مش عارفة برد مش عارفة بيدك لخبطة هرمونات يعني أنا مثلاً فيه مرض أقولك دا سببه مثلاً بكتيريا مثلاً لكن السيريز يعني معناها إنه مجرد دراسات إن احنا بنقول دا إيه لكن ما فيش حاجة وقفة أيها ملموسة مش عادرين لحط إيدنا على السبب بالزبط اللي بيسبب الأعراض دي فكلها أفكار لأن في مرحلة الأربعة عشر يوم دول بيحصل كمية تغيرات في الهرمونات في جسم الست مش بس الهرمونات الأنسوية لا هرمونات في الدماغ هرمونات من الغدة الفوق قذرية يعني كمية تغيرات بتحصل في الست كبيرة جداً اشتركوا في القناة